وقعت كينيا وإيران اليوم بمناسبة الزيارة التي يقوم بها رئيس الإيران إبراهيم رئيسي إلى نيروبي ضمن جولته الإفريقية وقعت على خمس اتفاقية تعاون في عدة مجالات اقتصادية واعتبر رئيسي الذي بات أول رئيس إيراني يزور إفريقيا منذ 11 سنة أن زيارته الحالية ستشكل منعطفا في علاقات بلاده بدول إفريقيا خاصة وأنها ستفتح الباب لسوق جيدة للمنتجات الإيرانية في كينيا ودول شرق إفريقيا وفق تعبيره من جانبها كد الرئيس الكيني وليام روتو أن باب كينيا مفتوحا أمام المستثمرين ورجال الأعمال الإيرانيين وأن بلاده ستوفر أرضية مناسبة لهم نحن نعتقد أن العلاقات بين إيران وكينيا يمكن تعزيزها على أساس يومي القارة الإفريقية مليئة بالقدرات والفرص على الرغم من كل التهديدات والعقوبات من خصومنا فقد تمكننا من تسجيل التقدم في مختلف المجالات واليوم يجب أن نطلق على إيران مركزا تكنولوجيا لقد تمكننا من التغلب على العقوبات الحالية وقمنا أيضا بتحسين مكانتنا في مختلف المجالات